ترجمة نانسي قنقر الناس الشيخ لا تعرف ترى الرطب وعالم النعم الله علينا نحن هنا الرطب الآن عندنا الذي يخرج من النخلة الثمرة هذه التي تخرج من النخلة لها ثلاث مراحل المرحلة الأولى قبل أن تنضي يعني لا يمكن أن تؤكل مروا فعندما تبدأ بالنضب تكون كالفاكه هذا يسمى رطب الآن عندما تصلح للتنضب تخزين هذا يسمى تمر فالسنة أننا نفطر على رطب إذا لم نجد أفطرنا على تمر إذا لم نجد نفطر على ما إذا لم نجد نفطر على ما تيسر خبز برتقال مثلا إذا لم يجد الإنسان شيئا أدن المغرب عليه ولم يجد شيئا نوا بقلبه أفطر تعجيل الفطر وتأخير السحور يؤخذ ويستحب لأن يتسحر على تمر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحر فإن في السحور بركة بركة في ماذا بركة في اتفاع السنة بركة في أنه يتقوى على الصيام بركة في هذا الطعام الذي يأكل قد يكون الطعام قليلا لكن يضع الله سبحانه وتعالى فيه البرق ولهذا الله سبحانه وتعالى غني عن تعليم عبادة يأخذ تسحر واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يستحب للصائم قراءة القرآن إذن هذا معنى أن يكون لنا ورد من القرآن لكن اقتنم هذا الوقت في أن تتدبر القرآن عندنا برامج ولله الحمد هذه الأيام التفسير الصوتي للقرآن تستطيع أن تأتي بالشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمة الله معك في أي وقت تستمع ويقرأ عليك التفسير وأنت تسمع الحمد لله أحسن من هذه المشاكل التي يعني جاءت علينا بوسائل التواصل الله المستعان إلا من رحم الله فأنت تستطيع أن تستمع يا أخي إلى التفسير الصوت للقرآن كل يوم تقرأ آيات تنظر في تفسيرها أو تستمع إليها صلاة التراويح الدعاء استحب الدعاء استحب العمر في رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى أن أبلغني وإياكم يا رب الاعتماد في رمضان أيضا إطعام الطعام الإكثار من الصدقة ذكر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا شتم أحد ماذا يصنع؟ يقول أني صاعد يعني الذي يمنعني من الرد عليك أنني صاعد طيب الصيام في الحقيقة ينقسم إلى قشنين صيام فرض وصيام نفل صيام الفرض منه صيام شهر رمضان وثبت صيام شهر رمضان فهو ركل من أركان الإسلام بالكتاب والسنة وإجماع الأم الله أعلم لكي نكتفي بهذا المقدس